ضمن سلسلة نشاطاته الثقافية أقام قسم الثقافة بهيئة علماء المسلمين محاضرة بعنوان الأدب ترف أم ضرورة بحضور جمع من الكتاب والباحثين والدارسين والمهتمين بالشأن الثقافي مثل ما هو معلوم في ثقافات الشعوب المتحضرة أن الأدب سجل حافل بعادات الأمم وتقاليدها توثق من خلاله أخلاقها وثوابتها وتطرح على صفحاته قضاياها وما يشغلها ومما ورد في الأثر أن الشعر ديوان العرب والديوان هنا بمعنى السجل والمدرسة والتوثيق ولكن قد ترد في صفحات هذا الأدب طروحات عبثية أو ترفية غير مسؤولة فهو هنا سلاح ذو حدين إن أسيء استخدامه بان ضرره وعما سوءه وإن جاء معبرا عن اهتمامات الأمة كان سجلا حافلا بتاريخها وأمجادها معبرا عن قضاياها بل ويكون بذلك مصدر فخرها وضرورة من ضرورات وجودها وتحدث الدكتور عمر الفجاوي أستاذ الأدب الجاهلي والإسلامي في محاضرته عن تاريخية الأدب والمراحل التي مر بها منذ العصر الجاهلي وصولا إلى عصرنا الحاضر مشيدا بدور العراق كأول حضارة نشأت في التاريخ في مثل هذا اليوم قبل عام بالضبط كنت في زيارة إلى باريس فلا بد أن أزور متحف اللوفر كنت أقف أمام مسلة حمورابي الحقيقية هذا العظيم الذي قدم لنا تشريعات ما زلنا عيالا على كثير من هذه التشريعات وهي باللغة المسمارية هذا البلد العظيم العراق الذي ينبغي أن ترفع له ولأهله القبعة تعظيما له ولأمجاده ولما أسدى للإنسانية من إكرام ومن إسماح ومن توفيق ووصف الدكتور الفجاوي الأدب بأنه الصاحب في الغربة والمؤنس في الوحشة وأن الكلام الرصين المترافق مع الأدب الراقي يساهم في حل الكثير من إشكالات الحياة ومصاعبها أرى أن كلمة أدب بما انطوى عليه أمر هذا الآدب مما يقيمه من إجراءات متقدمة فريدة كريمة في الإكرام الضيف جماع هذا الكلام من هذه الإحسانات والجمالات يمكن أن نطلقها على لفظة الأدب لأنه لا يمكن أن يكون أي كلام منطوقا كان أو مكتوبا أو مسموعا إذا أردنا أن نسميه أدبا فلا يمكن إلا أن يكون بهذه الرتبة المتقدمة من الجمال ومن التوفيق لماذا يلجأ الإنسان إلى الأدب؟ تساؤل طراحه المحاضر ليوضح من خلاله مهمة الأديب على أنه مقدم للواقع باعتباره متنوع الإبداعات والتصورات وأن لغة الأديب هي سيدة الموقف لمرافقتها لأدبه الرفيع